دكتور أيمن سلامة يعني ربما اليوم السؤال إذا لم يتم استخدام حق البيتو ضد القرار وإذا مر القرار كيف سينعكس ذلك على الشعب الفلسطيني المواطن الفلسطيني برأيك يعني دعنا نكون أكثر يعني وقعية وبراجباتية حتى المندوب الأمريكي قبل التصويت في الجميع العامة للأمم المتحدة بتصويت الأخير صرح جهارا نهارا وعلى رؤوس الأشهاد بأن المقال والمطاف معلوم ومحسوم في مجلس الأمن لابد من توصية مجلس الأمن وتكون التوصية من خلال الخمس دول الدائمة بمعنى أن 14 دولة تصوت لصالح قرار اعتماد فلسطين دولة عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة وتأتي لولايات المتحدة الأمريكية بحق التصويت التوقيف الفيتو وكأننا لم نفعل شيء وكأننا حتى يعني بنشيد القصور على الرمال فإذا هذه الفرضية طبعا ولكن إذا اعتبرنا هذه الفرضية قائمة ويمكن أن يكون هناك تحول دراماتيكي تاريخي في السياسة الأمريكية يعني من المؤكد أن فلسطين دولة عضو تختلف تماما وعلى وجه الإطلاق من كونها دولة مراقب ليس لها حق التصويت وكأنها غير موجودة في المنظمة الأممية بل بالعكس القرار الإماراتي الأخير رقى ورفع من المركز القانوني لدولة فلسطين العضو المراقب في حقها في ترتيب وأسبقيات معينة وحقها في تمثيل مجموعات في داخل الجمال العامة للأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى مثل المجموعة العربية والإسلامية والإفريقية ومجموعة عدم الانحياس القرار كان تاريخيا ليس فقط في رقم الأعداد المؤيدة لاعتماد فلسطين دولة عضو كم العضوية في فلسطين في الأمم المتحدة ولكن أيضا لأول مرة لم يحدث ذلك مع الفاتيكانت ولم يحدث ذلك مع سويسرا السابقة حين كانت سويسرا دولة مراقب قبل أن تصير دولة عضو لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن تحظى دولة مراقب هذه الامتيازات الأخيرة بفضل مشروع القرار الإماراتي